من الملاحظ جدا أنه فيه توجه ما أو اتجاه أصبح بيصعد كل شوية مسألة اليمين والحركات القومية الأوروبية يعني فيه صعود لليمين الأوروبي وده يمكن أظنه بيدفع أكتر للمزيد من التباعد لكن أنا دايما أقعد أسأل سؤال أنه هل المشكلة في أوروبا ولا المشكلة في بريطانيا يعني أوروبا بروابطها الجغرافية والتاريخية مع المنطقة تدفع بأنها تكون هي الفاعل الأكثر رئيسية من الولايات المتحدة الأمريكية مش بس لعبة المصالح والاقتصاد بل أنه حتى هذا الملف كان من ممكن أن تستبدل به أمريكا بدول أوروبية سواء كانت في الاتحاد أو براها أو حتى من قبل وجود الاتحاد لكن أنا بظل دايما أنه المشكلة هي في المملكة المتحدة مش في أوروبا بريطانيا هذا توصيف صحيح إلى حد كبير بريطانيا أيضا بسبب العلاقة الخاصة بين بريطانيا وأمريكا أمريكا عندما تأسست كانت بريطانيا هي الدولة الحاكمة كانت هي الإمبراطورية حصلت حرب التحرير الأمريكية ضد التاج البريطاني وصورة الشياء في بوستن تماما وبالتالي هناك الكثير من بريطانيا عندما خسرت التاج البريطاني خسرت المملكة المتحدة خسرت التاج وأصبحت أمريكا مستعمرة تابعة لكن هناك علاقات اقتصادية وصيقة هناك سفريات دائمة ودعنا لا ننسى أنه في أمريكا في البداية الأولى أكتر من ذهبوا إلى أمريكا كانوا الأيريش من أيرلندا سكان أيرلندا بسبب عنف وقمع التاج البريطاني لسكان جزيرة أيرلندا وبالتالي وسكوتلندا أيضا هناك الكثير من الهجرات التي تمت هذه الروابط جعلت بريطانيا تميل أكتر لنموذج الأمريكي في السياسة الخارجية وساعد على هذا أنه بعد الصدف التاريخية مثل الالتقاء الروحي الشهير ما بين ريجين في أمريكا وتاتشر في بريطانيا عندما بدأت سعود اليميني بعد الحرب العالمية الثانية بعد الخمسينات والستينات والسبعينات كان لدينا نموذج اقتصادي وسطي دولة الرفاه هنا تأسست دولة الرفاه الأوروبية وحتى مفهوم دولة الرفاه خرج من تلك الحجبة حتى أتت نهاية السبعينات وأول الثمانينات بنموذج تاتشر ونموذج ريجين النيو لبريلية الحديثة التي يجب أن تسحف فيها الدولة يديها من إدارة المجتمع والاقتصاد وكل شيء صارت بريطانيا على نفس النهج وحتى اليوم بريطانيا أقصر الدول الأوروبية ميلا للمواقف السياسية الخارجية الأمريكية وفي هذه الأزمة ليست هناك أي تباعدات الموقف يكاد يكون متماثل كما حدث في حرب العراق وفي حرب أفغانستان أيضا بريطانيا ليس بها يمين قومي شرس على غرار ألمانيا مثلا على سبيل المثال أو بعض الدول الأوروبية لكن اليمين في بريطانيا وإن لم يكن شرس لكن بسبب أنه وسطي يكذب المزيد من الجمهور لأنه ليس متطرف جدا يمكن أن تساوت لبعض الأفكار اليمينية الشارع البريطاني يساوت بمجمل أو بأعداد كبيرة ومن هنا مثلا مشروع البريكزيت